اشتركوا في القناة معظم الاراضي التي يخطط بناء القاعدة العسكرية عليها تعود الى غابات لاتفيا الحكومية القريبة من حدود لتوانيا فوزارة الدفاع تخطط للاستلاء على 81 قطعة ارض مختلفة بمساحة 72 هكتارا في تلك المقاطعتين لانشاء منطقة الزلف العسكرية عملية الاستلاء هذه ستتم عبر قانون حكومي خاص وقالت وزارة الدفاع في بيان انه الى جانب تعزيز الدفاع الوطني فان هذه المنطقة العسكرية الجديدة ستخلق فرص عمل جديدة ووظائف اضافية بالاضافة للمساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصادية في المنطقة فدول البلطيق الصغيرة الثلاثة التي كانت محتلة من قبل الاتحاد السوفيتي الى التسعينيات من القرن الماضي تعتبر من افقر دول اوروبا على الاطلاق خاصة بعد انسحاب الروس منها ويتعاني الى اليوم من ضعف الاستثمار وتهالك البنية التحتية السكان المحليون سيتمكنون من الاستمرار في جمع بعض المحاصيل من اغلبية المنطقة العسكرية ولن تحضر القوات الوطنية الحركة على الطرق للمنطقة ولكن قد يتم تقيد الحركة طوال مدة التدريب العسكري والتي سيتم اعلام الناس عنها قبل فترة من الزمن فقالت الوزارة سيتم انشاء المنطقة العسكرية في منطقة غنية بانواع الطيور المختلفة وستحترم القوات المسلحة الوطنية اللاتفية متطلبات حماية البيئة مضيفة الى ان انشاء واستخدام نطاقات عسكرية جديدة لن تعرض الطيور واماكن تعشيشها للخطر وفي اعقاب الغزو الروسي لاوكرانيا قرر حلفوناتو في قمة مدريد زيادة انتشار قواته في اللاتفيا ودول البلطيق اضافة لتزويدها بالمنصات العسكرية اللازيمة ودعمها بتواجد الالوية العسكرية الامريكية والاوروبية للمناورات وتدريب وتضم المجموعة القتالية للناتو بقيادة كهندا في دولة لاتفيا من يقرب من الفي جندي والتصور الجديد لهذه القوة مستقبلا هو انشاء مجموعة قتالية بحجم الوية عادة ما تتراوح بين ثلاثة الاف وخمسة الاف جندي وتتمركز قواتناتو حاليا في معسكري ادزي بالقرب من عاصمة الادفيا ولكن اصول اعداد كبيرة من التعزيزات لن يعني فقط الحاجة للمزيد من الاسرة ولوازم الطعام والمعيشة لجنود ولكن يجب ان يكون هناك بنية تحتية وخدمات مناسبة وموظفي الدعم والمرافق في بلد قدرته المادية ضعيفة سيكون انشاء كل هذا في موقع جديد تماما بمثابة مهمة كبيرة ومن المرجح ان اعلان هذا الاعلان عن القاعدة العسكرية سيثير غضبا متوقعا في روسيا كما اعلن وزير الدفاع اللاتفي عن خطط لاعدة تقديم الخدمة العسكرية الوطنية للذكور اعتبارا من عام 2023 اولا على اساس تطوعي ثم بشكل الزامية فيأتي ذلك على الرغم من التحفظات الكثيرة بشأن الخدمة الوطنية التي كانت موجودة لدى وزير الدفاع اللاتفي سابقا وتظير المعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع لوسائل الاعلام انه سيتم الشروع في تطبيق خدمة العالم تدريجيا على مدار خمس سنوات واعتبارا من يناير 2023 ستبدأ المرحلة الاولى من التنفيذ التي سيكون من الممكن التقدم فيها الطواعية ومن المتوقع ان يتم التعيين في الخدمة مرتين في السنة ومن المقرر انه بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تصبح الخدمة الزامية للرجال الذين تتراوح عمرهم بين 18 و 27 عاما ومع ذلك هذه الخطة تشابه ما هو موجود في فنلندا المجاورة لروسيا بحدود طويلة فاذا كان الشخص يبلغ من العمر 18 عاما لا يزال يدرس فسيكون قادرا على تأجيل خدمته إلى مبعد التخرج تستمر الخدمة الوطنية لمدة 12 شهرا لكن شهرا واحدا سيكون عطلة ومن المتوقع دفع 400 يورو بالإضافة إلى مصاري في السفر شهريا أي أقل قليلا من الدخل الأدنى للأجور الوطنية البالغ 500 يورو وهو رقم منخفض جدا مقارنة بأغلب الدول الأوروبية وستتمكن المرأة من التقدم طوعا إلى الخدمة للدفاع الوطنية حسب خطة وزارة الدفاع وسيتم قبول مواطني لاتفيا فقط في الخدمة وسيتعين على الأفراد أيضا تلبية المتطلبات الصحية والتي تشبه موطة طلبات الحرس الوطنية فكانت لاتفيا قد ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2007 وتحولت بالكامل للخدمة العسكرية المحترفة والتي تدعمها ميليشيا الحرس الوطنية تقع لاتفيا شمال شرق أوروبا مع ساحل على طول بحر البلطيق ولا حدود مع أسطونيا وروسيا وبيلاروسيا ولتوانيا الدولة لها روابط لغوية مع اللتوانيا في الجنوب وروابط تاريخية والدينية مع أسطونيا في الشمال لم يمضي عقد على استعادة لاتفيا استقلالها بعد زوال الاتحاد السوفيتي حتى تم الترحب بها كعض في الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 فجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من انضمامها إلى الناتو فليقرون كانت لاتفيا في المقهم الأول دولة زراعية مع حرفة صيد السمك كأساس لاقتصادها ولاتفيا كالدول جاراتها في منطقة البلطيق حققت انتقالا سريعا للسوق الحر منذ أوائل التسعينيات فكدول البلطيق الأخرى القريبة فأكثر من ربع سكانها يتحدثون الروسية بشكل أساسي وبالتالي فجهود الدعاية الروسية في لاتفيا تعتبر مصدر قلق للسلطات هناك ريجا هي عاصمة لاتفيا وهي أكبر مدينة في دول البلطيق فيها مزيج من التقاليد اللاتفية والتأثير البلدان الأخرى التي احتلتها الدولة نالت استقلالها منذ عام 1991 فقد فاز مركز الفن الحديث فيها بتصنيف اليونسكو كموقع للتراث العالمية كما انفتحت المدينة على السياحة الخارجية الواسعة مع ازدهار شركات الطيران الرخيصة في أوروبا منذ ما يقرب من عقدين كما أن المواصلة في هذه المدينة سهلة لتواجد شبكة حافلات ودرام حديثة يعتمد مفهوم الدفاع في الدولة على قوة رد سريع محترفة وفرق مسلحة احتياطية يمكن استدعاؤها بسرعة للتعبئة إذ ما دعت الحاجة لذلك كما هو الحال في فنلندا وتتكون القوات المسلحة الوطنية من القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني وتتمثل مهامها الرئيسية في حماية أراضي الدولة والمشاركة في العمليات العسكرية الدولية ومنع التهديدات للأمن القومية تتكون القوات المسلحة الوطنية في الأدفع من القوات النظامية والحرس الوطني والاحتياطية ففي الأول من يناير 2007 تم ألغع التجنيد الإجباري ومنذ ذلك الحين تشكت القوة النظامية من جنود محترفين فقط وعمر المجندين يبدأ من 18 عاما أو أكثر ومن يونيو 2018 كان هناك 5500 جندي في الخدمة الفعلية فقط والثمانية ألاف من الحرس الوطنية وبحلول نهاية عام 2017 كان هناك 7800 جندي احتياطي مستجل أو منهم حوالي 5000 من المحترفين المتقاعدين ووفقا لمفهوم الدفاع الوطني بحلول عام 2022 ستحتفظ القوات المسلحة الوطنية بـ 17500 فرد مدرب عسكرية بما في ذلك 6500 جندي محترف وثمانية ألاف من الحرس الوطني وثلاثة ألاف جندي احتياطي مدرب وقد بدأ التدريب الاحتياطي في عام 2015 وبعد انضمامها إلى منطقة حلف الناتو أخذت تاتفي على عتيقها التزامات لتعزيز الدفاع المشترك في نطاق قدراتها ولهذا الغرض تقوم كل دولة عضو في الناتو بالتفويد تشكيلاتها العسكرية أي قوات الرد السريع والوحدات المجهزة جيدا والقادرة على العمل خارج حدود الناتو بعد انضمام لاتفيا لحلف الناتو تحول أساس نظام الدفاع في لاتفيا من الدفاع الإقليمي الكامل إلى الدفاع الجماعية قوات الدفاع اللاتفية تتشكل من وحدة صغيرة لكنها عالية الاحتراف على نهج الجيش البريطاني والفرنسي وقد تم دمجها بالكامل في هيكل الناتو وشارك جنود القوات المسلحة الوطنية في العمليات الدولية منذ عام 1996 فقد تم إنشاء وحدات متخصصة كوحدات الأطباء العسكريين والشرطة العسكرية ومبطلئ الذحائر غير المتفجرة والغواصين العسكريين والقوات الخاصة من أجل تسهيل وتعزيز مشاركة القوات المسلحة الوطنية في العمليات الدولية وقد تم إلى اهتمام خاص لإنشاء وحدة للتعامل مع تحديد وإزالة التلوث النووية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة